عند تقاطع شارع قصر النيل مع تقاطع شارع شريف هناك تظهر لك عمارة من أهم وأشهر العميل في القاهرة بل في مصر كلها عمارة الإيموبيليا في وسط البلد بالضبط العمارة الملعونة واللي كانت عايشة فيها ليلة مراد وقالوا جاءتها كانت مسكونة بالجن والعفريت واللي عاش فيها المطرب الكبير محمد فاوزي لحد ما جات له حالة عجز الأطباء عن تفسيرها وفضل يفقد في وزنه لحد ما وصل لستة وتلاتين كيلو وفارق الحياة اللي عاشت فيها المطربة أسمهان وماتت مأتولة وكمان عاشت فيها كاميليا وماتت متفحمة في الطيارة وتعالوا نعرف الحدوتة من البداية للنهاية ويلا بينا عمارة الإيموبيليا في وسط البلد في الدور الحداشر تحديدا عاشت الفنانة الكبيرة ليلى مراد العمارة مكونة من 11 دور وفيها 27 أسانسير اتسمت بعمارة المشاهير لأن كان فيه ناس كتير جدا من المشاهير عايشين فيها زي نجيب الرحاني وكاميليا وأسماهان وليلى مراد والفنانة مجد الصباحي وغيرهم كتير كتير ليلى مراد عاشت في الشقة ومسابتهاش إلا ما ماتت سنة 1995 ورصتها لابنها زاكي فاطين عبد الوهاب الشقة مساحتها كبيرة قوي وكمان فيها شوية أنتيكات النمائي وذكريات تتقل بدها والحقيقة أن زاكي فاطين عبد الوهاب أخذ على نفسه عهد أنه يحافظ على الشقة ولا يبيحها ولا يأجرها ويسيبها زي ما هي بكل ركن فيها حفاظا على التراص اللي سابته والدته وفادل على رأيه لحد ما جاله المخرج المعروف خالد الحجر وزاكي فاطين عبد الوهاب رفض بشدة وفادل خالد الحجر أنه يلح عليه ويقوله أنا عايز أشتري الشقة وفادل خالد يزن ويزن ويلح كتير جدا وفاطين يرفض لحد ما في يوم من الأيام فاطين قاله أنا ما كنتش هفرط فيها بس أقدر أن أنا أهجرها لك بس أهجرها لك زي ما هي وتاخد كل ركن فيها زي ما هو واستلم منك زي ما هو بدون أي تغيير لأن دي ورثه والتراص والحاجة الوحيدة لفضلالي من ريحة أمي الله يرحمه وبعد ذن وإلحاح المخرج خالد الحجر أفجر له الشقة وقال له زاكي فاطين عبد الوهاب تعالى بقى ما فرجك على الشقة وكانت المصيبة ومجرد ما دخلوا وبيدخلوا وبيوريه المطبخ سمعوا واحدة بتقول أهلا يا خالد أهلا أهلا خالد الحجر وفاطين عبد الوهاب تلفته يمين واشمال بس الصوت فين منين محدش عارف والصوت كان قوي جدا بس في الأول والآخر خالد الحجر قال يمكن بيت هيقلي ويكبر دماغه وكمل وطنش خالد الصوت وقال لن أتزحزح ولن أتنحنح وهسكم فيها يعني هسكم فيها أصلي كان بيحب الفنانة ليلة مراد جدا جدا وعشان كده كان عايز يقعد في أي مكان في ريحتها المهم بالليل جه وخالد قاعد في الشقة والوحده طفن أنواره وشغل أباجورة جنبه وابتدى يكتب سيناريو جديد ويلقى ست لبسة أبيض وشعرها أسود سواد الليل وشعرها قصير ومعدية من قدامه اتعدل من مكانه وفرق في عينيه وقال برضو يمكن تهيئات لن أتزحزح ولن أتنحنح وقرر أنه ينام ودخل قط النوم وبعد ما صحي من نوم بتدى يفتح الشبابيك ويرفع الستاير وينزل يشوف شغله وإذا بيه يرجع بالليل يلقى الشبابيك مقفولة والستاير نزلة قال برضو يمكن أنا نسيت أقفل أو أفتح الشبابيك يمكن أنا نسيت تاني يوم عمل نفس الحركة ورجع لأ نفس الحوار الستاير نزلة والشبابيك مقفولة برغم أنه سايب كل حاجة مفتوحة وخالد الحجر على مبدأه زي ما قلت لكم لحد ما في يومه هو نايم في قط النوم يلقى الدوليب تتفتح بشكل هستيري ويلقى الهدوم تتحرك من مكانها قام مفزوع من نومه ونزل يلحى الأسانسير وهو ركب الأسانسير الأسانسير يعتل في الدور الخامس وفضل طالع بيه ونازل بدون سبب لحد ما نزل خالد ولقى حارس العقار وقعد يحكيله على اللي حصل واللي جرى الغريب بقى أن حارس العقار ما تهزت له الشعر أثناء ما كان بيحكيله خالد الحكاية وقال له أنا لو منك ما عوش فيها ولو ببلاش أنا لو منك أمف بجلدي وأخرج منها وده اللي خلى خالد الحجر يسأله ويقوله هو فيها إيه وإيه اللي حصل فيها قال له الشقة دي تشقة مسكونة وكل السكان وكل الجيران عارفين بالموضوع ده وبنسمع صوت أصوات وبيان وكمانجات وحاجات وناس كتيرة جوة وبنفتح الشقة ما بنلاقيش حد وفي اللحظة دي اتصل خالد الحجر بزاكي فاطينة عبد الوهاب وقال له على الحكاية من أولها لأخرها وكانت المفاجأة في رد زاكي فاطينة عبد الوهاب لما قال له ده مش جديد كل اللي انت بتقوله ده أنا بعد وفاة والدتي السيدة ليلى مراد كل الحاجات دي كنت بشوفها كنت بشوف الست اللي لابسة روب أبيض دي على طول وكنت دايما بحس ان هي والدتي ليلى مراد والحقيقة ان هي فعلا روح ليلى مراد لان والدتي لما ماتت كانت لابسة الروب الأبيض اللي انت بتتكلم عليه وكان شعرها قصيار واسود ومن كتر ما كنت بشوف أرواح وخيالات ما قدرتش نعيش في الشقة عشان كده سبتها ومشيت هل الموضوع بقت لمه وتقفل على كده لا طبعا ده خالد الحجر مسر ان يعرف ايه سبب في شقة ليلى مراد وايه الأرواح المسكونة لسكنة المكان وراح لواحد من الشيوخ المعروفة وراح واخده على الشقة وعرفه ان الشقة فيها جن وقال له ان فعلا فيها جن بس جن مسالم لحد هنا وتمام وزي الفل وبعد كده في يوم من الأيام وخالد قاعد مع حارس العكار يعرف ان الدور الخامس حصلت فيه جريمة بشعة ما تنسوش لما قلت لكم ما خالد كان نازل على الأسانسير الأسانسير عتل في الدور الخامس وكل سكان العمارة كمان أجمعون الأسانسير ما بيعترش إلا في الدور ده خالد لقى ان الموضوع كبير قوي ان حصلت جريمة قتل في الدور الخامس في شقة في الدور الخامس الحقيقة كمان نمهي مش جريمة قتل واحدة ده اتنين اتقتلوا في نفس الشقة وفي نفس العام بالزبط في نفس عام 1990 ماتت الفنانة ليلى مراد يعني ثلاثة توفوا في نفس الشهر لقى والأغرب من كده ان بعد كل الأحداث اللي حصلت دي زاكي فاطين عبد الوهابي قرر يبيع الشقة حتى بالجن اللي فيها وبالفعل جات واحدة أمريكية اسمها منار واشتارت الشقة ولما عرفت ان الشقة بتاعت الفنانة ليلى مرتق إلتها بالذهب ودفعت المبلغ كله زي ما زاكي فاطين قال لها بالزبط ويرتها ما سكنت منار قالت انها مش عارفة تعيش في الشقة لان الشقة مسكونة بالجن والعفاريت وبتشوف أشباح فيها وحركات وحس انها مش عايشها لوحدها ده معها جن في المكان وكانت مدايقة جدا من زاكي فاطين انه ما صارحهاش بالحقيقة والحقيقة ان الحد الآن بعد كمان ما سكنت الأمريكية في الشقة بتاعت ليلى مراد برضو بيتسمع أصوات وهي كمان ثابت الشقة ومشيت والسكان لحد الآن بيقروا انهم جميعا بيسمعوا أصوات موسيقى وغناء وبيانو وكل أنواع آلات موسيقية شغالة جوه الشقة عمارة الإيموبيليا سكنها فنانين كتير جدا زي ما قلتلكم لدرجة انها تسمت بعمارة المشاهير والفنانين وكان فيه يفطة على باب العمارة مكتوب فيها كل الفنانين اللي كانوا عايشين في العمارة وفجأوا في الفترة الأخيرة ان اليفطة دي كمان اتشالت وتشالت ازاي لوحدها يعني كده من الآخر عمارة ملخفنة ملهاش أول من آخر ولا حد عارف اللي بيحصل فيها ولا اللي بيجرى البعض أطلق عليها كمان العمارة الملعونة وده بعد ما حصلت فيها كذا حدثة وبالإضافة كمان لاختفاء اليفطة اللي كانت محطوطة على باب العمارة ويفضل لغز عمارة الإيموبيليا إلى الآن محدش عارف سببه ولا ايه سبب الأشباح اللي موجودة خاصة في الشقة خمسة وفي الشقة أحداشر اللي كانت بتسكنها ليلى مرد وبكده تكون خلصة حكاية النهاردة اتمنى الفيديو يعجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك سليم